النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بتعتبر دورة استثنائية بيشارك فيها عدد كبير من الشباب والشخصيات المؤثرة حول العالم في وقت في العالم بيتعافى من الأثار الخاصة بجائحة كورونا لعدد كبير مقارنة بالاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات اللي بتنظم في الفترة الأخيرة وده بيعبر عن قوة وإرادة وإدارة من قبل القائمين على هذا المنتدى احنا بنتكلم مع حضراتكم على شخصيات مؤثرة حتناقش قضايا وملفات دولية وشبابية وحيتم التفاعل فيها على كافة الأصعادة حنشوف حضور حنشوف حضور فيرتشول أو عن طريق الإنترنت بمشاركات من مختلف دول العالم وحنشوف مع حضراتكم كمان دلوقتي تأرير لأهم وأبرز الشخصيات المؤثرة الحاضرة في هذه الدورة من منتدى شباب العالم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم جاءت محملة بقضايا جديدة وأفكار استثنائية يشارك فيها عدد كبير من الشباب حول العالم جاءوا إلى مدينة السلام والأمان شرم الشيخ وتحدوا ظروف جائحة كورونا من أجل البحث عن مستقبل أفضل وحلول فعالة لمشاكل ربما لم يكونوا طرفا فيها لكنهم وجدوا أنفسهم داخلها المنتدى في هذه الدورة الاستثنائية شارك فيه عدد من الشباب المؤثر حول العالم جاءوا هذه القمة الشبابية العالمية من أجل بحث عدد من القضايا والملفات والتفاعل معها على نطاق واسع أبرز هذه المشاركات كانت للممثلة الإسبانية إدزيار إيتونيو الشهيرة براكل نجمة مسلسل لكازا دو بابل التي أصرت على حضور منتدى شباب العالم من أجل التفاعل والتطرق لموضوعات ومناقشات فرية ربما سوف تكون نقطة انطلاق لوضع العديد من الحلول للمشاكل التي تتعلق بالشباب حول العالم ومن أبرز المشاركين في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ماركيان بن هامو الذي يعد أشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية ماركيان بن هامو واحد من المؤثرين ورائد في فريق الابتسامة ومن مستخدم يوتيوب حيث يقدم محتوى إيجابي ويبلغ من العمر 22 عاما ويتابعه أكثر من 6 مليون شخص على صفحته الشخصية على فيسبوك من أبرز المشاركين أيضا في هذه النسخة أنور الجباوي وهو واحد من أبرز الفنانين الكوميديين الفلسطينيين الذين اشتهروا على منصات التواصل الاجتماعي بتقديم محتوى ترفيهي وكوميدي وتعد مشاركته استثنائية وتحظى باهتمام كبير من الشباب المشاركة في فعاليات المنتدى على مدار عقاده ترجمة نانسي قنقر